على مدار سنوات طويلة ارتبطت مصر وبولندا بعلاقات اقتصادية قوية حيث تعتبر القاهرة أحد أهم شركاء وارسو التجاريين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما شهدت العلاقات بين البلدين ازدهارا كبيرا في عهد رئيس عبد الفتاح السيتي علاقات اقتصادية قوية تربط بين مصر وبولندا على مدار سنوات طويلة من التعاون بين البلدين ازدهرت تلك العلاقات بشكل ملحوظ بعد انضمام وارسو للاتحاد الأوروبي القاهرة تعد أحد أهم شركاء وارسو التجاريين في الشرق الأوسط وأفريقيا وخاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي وفي المقابل تعد وارسو سوقا كبيرة ومفتوحة لمصر وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيتي ازدهرت تعاون بين مصر وبولندا وتضاعف حجم التبادل التجاري بينهما وتصدر مصر لبولندا العديد من المنتجات والمحاصيل مثل الحضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمنتجات الورقية والبلاستيكية والرخام والجرانيت وأجزاء الدوائر الكهربائية وغيرها أما أبرز الواردات المصرية من بولندا فتتمثل في الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأقطاب الكربون وآلات الرفع ومصابيح كهربائية كما تشمل الصادرات البولندية لمصر منتجات معدنية مثل هيدروكربونات غازية وغازات طبيعية وكربونية ومنتجات حيوانية وغيرها وشهد عام 2017 توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين القاهرة ووارسو لتعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التجارات والاستثمارات المشتركة بين البلدين كما تم توقيع اتفاق إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة وفي نفس العام تم توقيع أربعة خطابات نوايا لإنشاء مشروعات جديدة في مجالات تصنيع ألبان الأطفال ومعالجة النفايات وتصنيع المادة الخاصة برصف وتثبيت الطرق وإنشاء مراكز لتوزيع منتجات الحاصلات الزراعية بالبلدين إذن هو تعاون اقتصادي تجاري مثمر بين مصر وبولندا اتسم بالازدهار خلال السنوات الماضية ويواصل تطوره وتناميه اشتركوا في القناة